بالتزامن مع زيادة الانتقاد الدولي للحرب الإسرائيلية على غزة يبدو أن تأييد الشعبي للحرب في الدول الغربية وتحديداً في الولايات المتحدة يتراجع ذلك ما يبينه استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز وإبسوس يوضح الاستطلاع أن 68% من الأمريكيين يرون ضرورة أن تعلن إسرائيل وقفاً لإطلاق النار في غزة وتحاول التفاوض وبشأن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل فإن نسبة 32% يرون ضرورة حصول ذلك وهي نسبة انخفضت من 41% في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهر أما نسبة أولئك الذين يرون أنه على واشنطن أن تكون وسيطاً محايداً فبلغت 39% مرتفعة من 27% منذ الاستطلاع السابق نسبة 15% من المشاركين قالوا إنه على الولايات المتحدة أن لا تتدخل إطلاقاً في السراع في حين قال 4% إنه على واشنطن أن تدعم الفلسطينيين ومن النتائج اللافتة في الاستطلاع هو أن 43% يعارضون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حين يؤيد 31% الفكرة أما الباقون فيقولون إنهم غير متأكدين وبالمقارنة أيد 41% من المشاركين في الاستطلاع إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مقابل معارضة 32% أما الباقون فيقولون بأنهم غير متأكدين ترجمة نانسي قنقر